السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ان شاء الله تكونوا بخير اليوم بجدكم وصفة تاع البنية. مع هاد الايام اللي يعني تاع الحجر مكاش كيموحدة تنو تدير حاجة عشوية ولا لا 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 الائلة تحاق. هنا يا عنا آآ المقادير. رايح نوري لكم هنا يا درت خمسة تاكيلات به هاد الكاسة الصغيرة انا مباشي نكبر باسكو اغير الزوج وبنتي اللي يبغوا لبنية انا والدي مما نبغوهمش. دونك درت خمس كيلات بهذا الكاس. آآ مغرف كبيرة انتع خمارة. انتع الخبز. زوج مغرف تاع دهان. والملح. ومغرف انتع سكر. وطبعا باش نلم نمه بالحليب يكون دافي. دونك وحبه بيت. والا دونك وحبه بيت. يعني اسهل ما يكون ما هوش صعيب. دونك هنا الحليب. لازم يكون دافي. دونك بهذا الكاس كنت لكم عبرت خمسة تاع الكيلات. تاع الفرينا. واحد آآ مغرف صغيرة سكر. الملح. على حسب لوجو. عنا الخمارة. وزيت. تهان. تهان شوية مشي بزيب زوجو مغرف ولا. باش يعطي هذك يجي طرية البنية. لون كل الموقع. ندخلو الدهان والسكر والملح معا بعض. ونزيدو حبة على البيض. هو يعني يتشبه للسفنج انتاعنا التقليدي. والسفنج بطريقة جديدة وخلاص. هنا البيض حبة عبيض. السفنج احنا نلموه بالماء وهذا يتلم بالحليب. هذا مكان هذا هو تقريبا الديفرانس بيناتهم. ندخل هنا يا حبة البيض مع المواد اللي درتهم. وشا ندير? ونزيد الحليب نفس الكاس. دونك في الول زيت كاس درت كاس انت حليب دافي. كاس. نشوفه الى تلمتلي العجينة ساي بو. ما تلمتليش نزيد. دونك هنا زيت. تقريبا تقريبا ربع. كاس فسكوا علاه الفارينة التاعي خلاص العجينة تلمت لي وما لازمش تكون حتى تتعجن إلا شتوها تتعجن خطرنا من بعد نزيد شوية فارينة لخطر كيشول شوية تعجنت في يدي نزيد شوية فارينة ما لازمهاش تكون معجنة هذا هو العجينة تعاليباني هنا خلاص الميتها نعمل من دي باقي فيلم ولكن نكمل لي در تنسى شي معليش وتخليها ترتاح حتى الدبلة دو وليم هنا خليتها واحد يمكن في تساعة نخرج هذا اللمه اللي هو باش خليها ترتاح نبدأ نتعليه دو بعد ما يعني خليتها تريح دو نتعليها ندير الفارينة بيانسير ونبدأ نتعليها بالرولو ندير شوية فارينة بيانسير الفوق باش ما تغبنيش ولو انها يعني ما راهيش ما تلسقش بس كي علا ما خلي ما مدناش عجينة تلسق لونك هنايا نقيتها لها وباش نديرو حبات نشكلو حبات لونك اذيك اه اه امورو لا ودير ديري حبات كيما تبغي انتيا يعني تبغيها كبيرة صغيرة كل واحد وعندها لوغو تاعة لونك انا خدمت هاد القطاعة هادي قاع نشكل قاع الحبات نشكلهم نكمل قاع العجينة لونك هنا بعد ما شكلت قاع الحبات درتهم في اه درت اه دي لسقش ونغطيهم ونخليهم خليهم نص ساعة ولا يرتاحوا باش يدوبلوا دو فوليوم عادوا من بعد نتلاقوا باش نقلوهم مع بعض دونك هنا ايه اه بعد ما خليت زيت حما مليح بديت نقلي في الحبات دونك شوفو هنا ايه ينتفخوا اه كين حاجة دوك شوفو باش نعاونهم هادي نزيد حبا وبالمغرف سيدي يعني كوبية لها الزيت هكا سخون وعلا باش زيت نتفخ يعني باش كينقولو تعجلي اه تاكتيفي اه لغنفلمان تع الحبا دونك شوفو هنا ايه رايحة تتغنفلا اوتوماتيكمان يجي يغنفلي ويجي خاوي من الداخل وانا يشوف لكن طابت دونك تتغنفلا ولا هاشوفو غيب شوية حتى روحة تتغنفلا دونك هنا نمجده ايه ناسيت فيها اسويتو باش نقطع وهذي اه يعني نتيجة ومن بعد ما نقليتهم وخليتهم يقطرو في البابياب صعبان ومن بعد غني نتلاقو بالبولة ديكوراسيون نزينوهم ونحطوهم في طبق التقديم لونك هنا يا بنتياري التاعت فيها نشوفو رجيو خاويين نديرو لهم لا كونفيتور تبريد خدمي بالا بوشادوي تبريد خدمي بالمقاس تبريد خدمي بالخدمي المهم النتيجة ما يهمكش لا ذاك المهم عمرهم بشويات تاع كونفيتور انا خدمت كونفيتور رابريكو يجيبنين وتترمضيهم في السكر وتتحصل على نتيجة ما شاء الله يعني عشوية لوليداتك خير من ذاك لو قاعد للا ما فيه لا فايدة لوالو سيخطو هاد الوقت لانا عايشينها يعني الله يستر وان شاء الله لا يجيب الخير وان شاء الله تبريد هاد الجمراء دونك واجدي لوليداتك وحاولي باش تكسري هاذك الضغط وذك الروتين اه تحضري اه فطور تح يعني اه مع القهوة تحشية الى كان لاتاي ولا قهوة وتحطي لوليداتك وتفرحيهم يعني حاجة سهلة مايش حاجة صحيبة وبتكاليف يعني جد بسيطة وهذه هي النتيجة نهائية نتعليه بين يتوعنا يعني خرم اللي تحطي خرم انتع برا حاجة تعكنتين قيات على البيت نقولكم شا هي طيبة ونتلقوا في فيديو اخر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته